صفقة القرن صفقة مشبوهة لن تخدم إلا معلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكيان الصهيوني فيما تتجاهل حقوق أصحاب الأرض والبلد الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية لم تكتفي بإعلان القدس عاصمة غير مجزأة للكيان الصهيوني بل منحت أراضي فلسطينية جديدة للكيان الصهيوني وصادرت ملف حق العودة للشعب الفلسطيني فيما منحت الفلسطينيين مدنا متفرقة بعضها مربوط بأنفاق وجسور يمكن للسلطات الصهيونية السيطرة عليها وقطعها في أي وقت شاءت خطة السلام الأمريكية كما يسميها مروجوها ودائموها تستولي على الأراضي الفلسطينية ما يعني أنها لا تبحث عن السلام في المنطقة كما دعت بقدر ما هو بناء على سياسة الأمر الواقع التي يتم تنفيذها بتناسق غير قابل للتغيير على ظهور الفلسطينيين وفي أراضيهم صحيفة لوتان السويسرية قالت إن صفقة القرن اغتالت السلام في الشرق الأوسط وكانت فضيحة ومهزلة وإهانة للعقل والمنطق فيما تناسى الدور السلطة الفلسطينية وستخضع في حال تطبيقها الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوقه إعلان الصفقة على وفق صحيفة لوتان يأتي خدمة لمصالح شخصية وحزبية لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهم بإساءة استخدام السلطة ورئيس الوزراء الصهيوني المنتهية ولايته والمتهم هو الآخر بقضايا فساد ورشوة بنيامين نتنياهو فهي إذن تمثل تبادلاً للمكاسب بين الطرفين حيث تهدد الأول إجراءات العزل أما الثاني يطارده القضاء في كيانه كل خطوة يتخذها ترامب لصالح الكيان الصهيوني يعدها رصيداً لحملته الانتخابية بينما يشكل دعم القوة الأمريكية لنتنياهو أمراً جيداً دائماً لا سيما قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الصهيونية المقبلة وعلى الرغم من رفض الفلسطينيين وغضبهم من الصفقة التي أعدتها الإدارة الأمريكية إلا أن واشنطن تصر على تمريرها لإرضاء الكيان الصهيوني على حساب الثوابث الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر